السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في بيديو بديو نهاردة ان شاء الله هشرح فيه معكم غرزة جديدة. غرزتي اسمها يعني غرزة جبال القلب بالكورشي. زي ما احنا شايفينها. الغرزة بتشبه جبال القلب عشان كده طبعا نسموها بالاسم ده. الغرزة بتاعتي انا طبعا هوضحها بلون افتح. اه الغرزة بتاعتي انا اخترتها النهاردة ليه? اخترتها النهاردة عجبتني نعمل بيها بلوف الرجالي سهل وبسيط لان الغرزة سهلة وفي نفس الوقت حلوة جدا وشكلها جميل. اه الغرزة بتاعتي بداية العدد السلاسل بتاعتها لازم يكون عدد زوجي يقبل الاسم على اتنين. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اه معلومة تانية برضك. الخيط هنستخدم معي ابرة تكون اكبر منه شوي. يعني لو خيط ده بيستخدم معي ابرة رقم تلاتة هستخدم رقم اربعة او رقم اربعة ونصف. ولو بنستخدم معي ابرة رقم اربعة استخدمي رقم اكبر او نص درجة اكبر. هسيب مسافة من الخيط بالشكل دوت. وبعد كده هلف الخيط حلقة على الهوى بالشكل ده عشان اقفل عقدة بداية. بدخل بالابرة بتاعتي داخل الحلقة اللي احنا عملناها. عفوا. الف الخيط واخرج. طرف الخيط القصير بشده بقفل العقدة البداية. علشان تكوني سلسلة بيكون معيكي حلقة على الابرة. بلف الخيط وبخرج من الحلقة. تاني ادي واحد. بلف الخيط بخرج من الحلقة اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. تاشر. اتناشر. هشتغل معكم باتناشر سلسلة. ممكن كمان نزود شوية كمان. بس هي كفاية اتناشر سلسلة ايه? عشان خاطر ايه? ما تقولش عليكم في كل رون. وبعد كده هرتفع طبعا اتناشر سلسلة عدد زوجي ويابل اسمها على اتنين. بعد كده بارتفع سلسلة واحدة. يعني كده طاقتاشر. اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. اول سلسلة بسيبها طبعا لاني ده ارتفع غرزة الحشو. هروح لسلسلة اللي بعدها زي ما احنا شايفين انا بيكون عندي في السلاسل ضلع خلفي وضلع امني. اسهل حاجة طبعا نشتغل فيها في السلاسل بتكون الضلع الخلفي اللي هو بيجيد عن وش. هدخل. بيكون معي حلقة على الابرة. هدخل الغرزة اللي هشتغل فيها. الف الخيط واخرج. بيتبقى معي في حلقتين. هلف الخيط واخرج من الحلقتين. يبقى كده دي اول غرزة حشو. تاني غرزة حشو. تلاتة معفن. اربعة. وحب ان انتم تتضربوا على الغرزة قبل ما نبدأ البلوفر بتاعنا عشان يكون سهل معي. آآ كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حدواشر. اتناشر. زي ما احنا شايفين كده نكون خلصنا اول حتى لو حابين تكتبوا خطواتها وما فيش مشكلة. السطر الاول بنشغله كله حشو. السطر التاني هشغله بغرزة العمود بلفة. ارتفاع غرزة العمود بلفة بيكون تلات سلاسل بسم الله واحد. اتنين تلاتة. واعتبر دوة اول عمود بلفة موجودة عندي في الراوند الجديد. هلف الشغل بتاعي. الناحية التانية. طبعا انا كده خلاص طالما عندي غرص طبيعية باشتغل فين? باشتغل تحت حرف الفي. شايفين حرف الفي اللي على الابرة او رقم السبعة بيكون على الابرة كامل. بيكون فيه تحتيه فراغ. شايفين الفراغ اللي تحتيه? اهو. تحت كل الغرزة بين الفراغ بتاع. انا ارتفعت تلات سلاسل من فوق الغرزة الاولى دي. يعني من فوق الفراغ ده. ازا مش هشتغل فيه تاني. هروح للغرزة التانية بقى واشتغل العمود بلفة بتاني. طيب عشان نشتغل عمود بلفة بنشتغله ازاي بيكون معي حلقة? بلف الخيط على الابرة بيكون معي حلقتين. هدخل بقى تحت حرف اللي هو في الغرزة رقم اتنين. وهو الفراغ بتاعي اللي بدخل فيه. نزغط بس ايه? كده اوضح. الف الخيط واخرج من تحت معي تلات حلقت. الحلقة الاساسية واللفة اللي لفناها والحلقة اللي خرجنا بيها من تحت الشغلة بتاعنا. هلف الخيط واخرج من حلقتين. بيتبقى معي ايه? حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني بقرر. معي حلقة. بألف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في الفراغ اللي بعده. الغرزة اللي بعدها اهو. تحت حرف الفي. حرف الفي هو بيكون على الابرة كامل. هلف الخيط واخرج. معي تلات حلقات. عفوا مش عارفة صوت في ايه. الف الخيط واخرج من حلقتين. الف الخيط واخرج من حلقتين. وهكزا. انا كده طبعا هحسب التلات سلاسل دول من الارتفاع. تاني بالشكل دوت ايه? احنا اشتغلنا كام غرزة? بسم الله رحمن الرحيم. كده اشتغلنا اول تلات سلاسل بعمود بلفة باعتبره معمود بلفة الاول. وبعد كده عمود عمود يبقى كده تلات غرز. هلف الخيط وهشتغل رقم اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اخر غرزة عندي اهي بكرب في ميل ما تنسوهاش اتناشر. وضروري نعد العدد عشان ايه الغرزة بتاعتي تطلع مزبوط. طيب انا كده مفيش جديد معاكم يعني اكيد انتم عارفين غرزة الحشو اكيد عارفين غرزة العمود بلفة احنا بس ايه الغرزة بتاعتي بتدينا فرصة ان احنا نراجع عليهم مش اكتر. طيب اللي جاي كمان هيكون بغرزة الحشو. زيه زيه سطر رقم واحد بالزبط. هلف الخيط واعمل سلسلة. هلف الخيط بالشكل دوت. هلف شغل سوري لناحية التانية. آآ السلسلة دي طبعا انا مش هينفع حسبها من العدد. لان دي كده مش بدياني اي غرزة. انا هنا ده اول فراغ عندي هدخل واشغل غرزة حشو. كده واحد. اتنين هكون اسرع شوية. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حد عشر وهنلاقي التلات سلاسل في تلات سلسلة ارتفاع. اوفى الفراغ بتاعها هو نفسه هعمل رقم اتناشر. يبقى انا كده اشتغلت ايه? بالترتيب نكتب بالورقة الاول الم. اول بيكون عندي او اول سطر بيكون عندي غرز حشو. وتاني سطر بيكون غرز عمود بلفة كله. تالت سطر بيكون غرز حشو. رابع سطره ده اللي هبدأ فيه ان شاء الله غرزتي. هرتفع تلات سلاسل ارتفاع غرزة العمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. وهعتبر اول عمود بلفة موجود معي. يعني مش هشتغل على العمود الاول من تحت. شايفين انا عندي ايه? انا عندي الصف اللي فيه غرزة العمود بلفة. وفوقي الصف اللي فيه ايه? غرزة الحشو. طيب انا اول غرزة تلقائي كده اشتغلت فوقيها ايه? عمود بلفة. شايفين تاني غرزة اللي هي دي. طبعا بالنسبة للصف اللي فيه غرزة الحشو. انا مش هشتغل في مكان غرزة الحشو اللي هو طبعا عنده حرف الفي. وهشتغل على العمود اللي تحتيها. هشتغل عمود امامي على العمود اللي تحتيها. ازاي كده? طب انا معي حلقة. هلف الخيط على الابرة. من الامام عمود امامي يعني بشتغل من وش الشغل كده. لكن خلفي بقى هارجع لضهر الشغل. انا دلوقتي بتكلم ان احنا بنشتغل ايه? عمود امامي. ازا هشتغل من وش الشغل. طيب هشتغل على انهي عمود انا العمود الاول قلنا ان احنا ارتفعنا من فوق الغرزة اللي فوقيه. تلات سلاسل معنا كده ان اشتغلت في الفراغ الاول دوت غرزة. الفراغ رقم اتنين اللي هو دوت. هسيبه وهنزل للعمود اللي هو دحتيه اهو ده. هدخل اعمل فوق العمود دوت عمود امامي. طب ازاي? انا طبعا كان معي حلقة لابدبعو حلاتين هدخل من قدام كده. الفراغ اللي قبل العمود وهرفع العمود بتاعي الفوق وهخرج من الفراغ اللي بعد شايفين? هلف الخيط على الابرة. واخرج تاني من تحت العمود. بقى معي ايه? تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اوكي? دي بقى انا ارتفعت تلات سلاسل من فوق او الغرزة. في تاني غرزة سبت المكان اللي فيه غرزة الحشو ونزلت تحت عند غرزة العمود بلفة اللي تحتيها اشتغلت عليها عمود امامي او بريد امامي. طيب انا دلوقتي ايه? شايفين الغرزة الوراة? مش هشتغل فيها. ليه? لان اشتغلت انا تحتها اساسا. فبالتالي انا اخدت العدد بتاعها خلاص. هسيب الغرزة اللي انا اشتغلت غرزة الحشو دي اللي اشتغلت تحتيها عمود بلفة امامي. وهروح هلف الخيط على الابرة. واروح للحشو اللي بعدها. هشتغل غرزة عمود بلفة عادي. هاي مركزين معايا. بعد ما اشتغلت عمود امامي على العمود ده. هروح بقى لغرزة الحشو اللي بعدها. سبت الغرزة اللي ايه? فوقيه. هروح للحشو اللي بعدها. اللي هي طبعا الترتيب بتاعها هو التالي بالنسبة لي. واشغل فوقيها على طول. هدخل عادي في حرف الفي. واشغل عمود بلفة عادي. اوكي? يبقى انا شغلت ايه? تلات سلسل. سبت اول غرزة اللي هي تحتيها طبعا اول عمود في صف الاعمدة. وبعد كده في تاني غرزة سبت غرزة الحشو نفسها واشتغلت على العمود اللي تحتها غرزة عمود اماني. رجعت سبتها الغرزة اللي وراها اهيه فاضية. ليه فاضية? لان انا اشتغلت على الغرزة اللي تحتها. فبالتالي خدت المكان بتاعها خلاص. رحت للغرزة اللي بعدها الحشو اللي بعدها اشتغلت على الحشو نفسها عمود بلفة. هسيب العمود اللي تحتها. ليه سبت العمود اللي تحتها برضك? طالما انا اخدت غرزة. الترتيب بتاعها اللي هي مسلا رقم تلاتة دي. اه ازا انا يا اما اخدها بقى اللي فوق يا اما اخدها اللي تحت. من فاش اشتغل فيها مرتين. اوكي? عشان كده بقول لكم. احنا سبنا ايه? سبنا الغرزة اللي تحتها. هلف الخيط. واروح فين? دي غرزة الحشو اللي بعدها. الترتيب اللي هو اللي جاي بعدها. هسيب غرزة الحشو وانزل. انا سبته طبعا العمود ده. وانزل في العمود اللي بعده اعمل عمود امامي. هدخل من الفراغ اللي قابله وهرفع العمود لفوق. هلف الخيط واخرج. واعمل بقية العمود. الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين. طيب حد يقول معي؟ الغرزة اللي بورة العمود الامامي هنشتغل فيها تاني؟ لا. اروح بقى اشتغل فين؟ عند غرزة الحشو اللي بعدها عمود بلفي. فحرف الفي عادي. هو غرزة الحشو. يبقى انا هنا بعمل ايه في الراوند ده? بشتغل مرة. على العمود بلفة. اللي هو اللي بشتغل عليه طبعا المكان اللي بشتغل عليه. اشتغلت مرة على العمود بلفة امامي. وسبت الغرزة اللي وراه اللي هي الحشو. وبشتغل مرة على غرزة الحشو وغرزة عمود بلفة عادي. يبقى مرة عمود امامي على العمود اللي تحت. ومرة عمود عادي على غرزة الحشو. يبقى عمود امامي على العمود عمود عادي على الحشو. يبقى بشتغل مرة على عمود ومرة على غرزة الحشو. اوكي? طيب انا اشتغلت كده على غرزة الحشو. ازن اللي بعديها هيكون عمود امامي على العمود اللي تحت ايه غرزة الحشو اللي بعدها. هلف الخيط. بشتغل هنا العمود ده لا. لان انا اشتغلت فوقيه. خلاص بسيب الغرزة بتاعته. زي ما بسيب الحشو اللي بشتغل قدامها بسيب العمود اللي تحت ايه الحشو اللي بشتغلها فوق. هسيب العمود دوت واروح للعمود اللي بعده. وابلت لكم برضك ليه? انا سبت العمود ده لان كده كده اشتغلته فوقيه. يبقى دي الغرزة اللي مفروض هشتغل فيها باسيبها وبنزل العمود اللي تحتها. بشغل عمود امامي. عمود امامي طب الحشو اللي وراها نشغل فيها? لأ خلاص. هلف الخيط واروح للحشو اللي بعدها بقى. واشغل عليها عمود عادي. تاني بكرر. اللي بعدها عمود امامي على العمود اللي تحت. دي غرزة الحشو اللي هشتغل فيها. يبقى ده العمود اللي تحتها. يبقى كده احنا سبنا ايه? سبنا اللي تحت اللي احنا اشتغلنا عليه ده. الغرزة اللي هشتغل فيها اهيه. بنزل العمود اللي تحتها. باجي من الفراغ اللي قبله. وارفعه الفوق واخرج من الفراغ اللي بعده. الف الخيط واخرج. بقى معي تلات حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اللي في الخيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى ايه? الحشو اللي وراه. دي مش بشتغل فيها. بشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة عمود بلفها عادي. على غرزة الحشو نفسها. في حرف الفي عادي من تحتها بدخل. بلف الخيط وبخرج. بلف الخيط وبخرج من حلقتين. ولف الخيط بخرج من حلقتين. تاني. الف الخيط. طبعا الغرزة دي العمود ده وتشتغلت فوقي. ازن دي الحشو اللي هشتغل فوقيها اللي بعدها. هشتغل فين? هشتغل بقى عند العمود اللي تحتها. مرة على العمود اللي تحت ومرة على الحشو اللي فوق. بس اللي على العمود اللي تحت بتكون امامية. اللي على الحشو فوق بتكون عادي. هلف الخيط واخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين. هلف الخيط واخرج من حلقتين. الغرزة اللي وراها مش بشتغل فيها بروح للي بعدها واشتغل عمود عادي. هيقبلني ايه? هيقبلني الحشو الاخيرة دي. طبعا المفروض انه فوق الحشو دي هيكون ايه في عمود امامي هلف الخيط وهاجي كده اهو هرفع الشغل بتاعي العمود اهو واخرج من بعده ولف الخيط واخرج ولف الخيط واخرج من حلقتين ولف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين هتبدأ تتكون معايا شكل الغرزة بتاعتي طيب السطر اللي جاي بيكونين بيكون كل غرس حشو ارتفع سلسلة وفوق كل غرزة بشغل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر والتلات سلاسل اتناشر هرتفع بقى ايه السطر اللي جاي احنا اتفعنا سطر حشو وسطر عمود بلف واحد اتنين تلاتة اهي ودي اول غرزة عندي بس المرة دي بقى عايزين يشوف احنا اشتغلنا تحت ايه شايفين انا طبعا بتجاهل شوية غرز ايه الصف اللي فيه غرز الحشو بشتغل فيه بس ايه يعني مرة بشتغل تحت غرزة عمود وفوق بشتغل غرزة فوق غرزة الحشو عمود برضه انا ارتفعت من هنا تلات سلاسل طيب انا عندي تحت شايفين العمود الامامي تحت هو ده العمود الامامي من فوق بشتغل فوقيه غرزة عمود عادي ببدأ ابد البق يعني انا تحت كنت بشتغل آآ عمود امامي وبعد كده عمود عادي على الحشو الصف دوت هشتغل عمود عادي على الامامي وعمود امامي على العمود اللي بعد او بصو عشان ايه تكون اوضح بالعمل انا دوت عندي عمود امامي ده انا عايز اشتغل بقيه على العمود اللي بعده ده اللي قبله دوت هقول اللي راجع لورا يبقى ده العمود العادي المفروض اللي انا اشتغلته من في الراوند اللي بعده اللي تحت سوري هلف الخيط بقى ويجي من قبله كده. انا عايز اشتغل فوق دوة عمود امامي. هدخل. واخرج من بعده. واشغل العمود الامامي بتاعي. طبعا غرزة الحشو اللا وراه مش هشتغل فيها. طيب العمود الامامي بقى هشتغل فوقي عمود عادي على غرزة الحشو. اوكي? يعني نفس اللي كنت بعمله تحت بس ايه? بعكس الامور شوية. فوق الامامي بيكون عمود عادي. وفوق العمود العادي بيكون عمود امامي. هلف الخيط والعمود الامامي دايما بيكون على العمود ايه? الخلفي. العمود العادي بيكون على غرزة الحشو. هلف الخيط واخرج. ولف الخيط واخرج من حلقتين. ولف الخيط واخرج من حلقتين. هيقابلني ايه? هيقابلني العمود اللي هو اللي ورده. العادي. اللي انا اشتغلت فوق الحشو لتحت. يبقى ده هشتغل فوقي عمود امامي. اللي هو بيكون بين اتنين امامي. شايفين ده واحد امامي وده واحد امامي. يبقى اللي في النص ده هو اللي هشتغله امامي في السطر ده. هدخل من قبله ارفعه الفوق. واخرج من بعده. هلف الخيط واخرج. الف الخيط واخرج من حلقتين. الف الخيط واخرج من حلقتين. الغرزة اللي وراء ما بشتغلش فيه. فوق العمود الامامي بيكون عمود عادي بس على غرزة الحشو اللي فوقي. هلف الخيط وادخل في الفراغ بتاع غرزة الحشو اللي فوقي. اللي فوق الامامي. واشغل عمود عادي. تاني. هيقابلني ايه? انا عندي ده امامي وبعده كده واحد عادي وبعده كده واحد امامي. هسيب الامامي ده والامامي ده وهدخل في العادي اللي في النص دوت اللي هو الترتيب بتاعي طبعا اللي اشتغل فيه. بسيب الحشو اللي فوقيه وبنزل عليه هو بارفعه الفوق. بدخل من الفراغ اللي قبل وارفعه الفوق واخرج من الفراغ اللي بعده. ولف الخيط واشتغل من تحته عمود امامي. هيقابلني ايه? هيقابلني العمود الامامي بيكون فوقيه مكان غرزة الحشو اللي فوقيه غرزة عمود عادي. وبكرر. هنا عندي العمود امامي وعمود عادي وعمود امامي. باجي للي هو العادي اللي تحت اللي فوق غرزة الحشو. واشغل عمود امامي تاني. بسيب الغرزة اللي وراه بروح للغرزة اللي بعده الحشو اللي بعده واشتغل فوقيها عمود بلف. يبقى مرة بنشتغل على الحشو مرة بنشتغل على العمود مرة بنشغل حشو مرة بنشتغل على العمود. باروح بقى عمود أشتغل عمود امامي. بسيب الغرزة الورا وبروح للحشو اللي بعدها وبشغل عمود عادي. وناخد بالنا ان العمود العادي لفوق لازم يكون تحت ايه? تحت منه عمود امامي. الغرزة اللي جاية دي غرزة تحت عادي بقى اشتغل فوقها امامي. بعد كده هيقابلني ايه? الغرزة الاخيرة. هشغل فوقيها عمود عادي. فوق الحشو دي. ها بدأت الغرزة بتاعتي توضح اكتر شايفين بالشكل ده اهو. بينا. بتديني شكل رؤوس الجبال. اللي جاي هيكون كله بغرز الحشو. نرتفع سلسلة وفوق كل غرزة بشغل حشو كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. اتناشر. السطر اللي جاي عمود بلفة واحد اتنين تلاتة. هشوف فوق غرزتي اللي تحت ايه? انا كده عندي ده عمود بلفة اهو. الخلفي ده. مش الخلفي سوري يعني اللي انا اشتغلته طبعا فوق عمود فوق غرز الحشو تحت. يبقى هشتغل فوق ايه عمود بلفة ايه? امامي. طالما دوت امامي بقى هاجي من قبله واخرج من بعده ولف واشغل ايه عمود امامي. اللي بعده ايه? اللي بعده امامي اهو. يبقى هشتغل فوقيه فوق غرزة الحشو ايه اللي فوقيه? غرزة عمود بلفة عادي. عندي هنا اللي هو وراء دوت عندي ده امامي يقول لبعضه اللي هو فوق غرزة الحشو اللي تحت هيكون امامي. وبفضل اكرر بس طبعا في بتاعي باخد بالي. ايه الامامي هشتغل فوقي عادي واللي هو فوق العادي هشتغل فوقي امامي. اوكي? الغرزة اللي جاية ده عمود امامي اهو. بشتغل فوقيه فوق غرزة الحشو اللي فوقيه. عمود عادي. العمود اللي جاي عادي فوق غرزة حشو بشتغله امامي. يعني بعكس العمود العادي بشتغله من فوق امامي والعمود الامامي بشتغل فوقيه عادي. والعادي بيكون فين? بيكون فوق غرزة الحشو. اللي هي بتكون فوق الامامي. اتمنى يكون كلامي بس ايه مش ملغبط. بس والله يا جمان بحاول بقدر الامكان ان انا ابصت المعلومة. ها اشتغلنا هنا فوق الحشو دي عمود عادي. اللي تحت دبط عمود عادي من تحت. اللي هي بصوا غرزة حشو دي اللي في اهي. تحتيها في غرزة عمود عادي. يبقى ده اللي هشتغله امامي. الغرزة اللي وراه ما بشتغلهاش خلاص. اللي بعدها. فتحتيها ايه? الحشو دي تحتيها ايه? عمود امامي. يبقى هنا هشتغل في نفس الغرزة دي عمود عادي. وهكزا طبعا لغاية ما يخلص السطر بتاعي. وانت طبعا بتشتغلي بتاخدي بالك ايه من غرز بتاعتك? شكلها ايه? كده اشتغلت واحد عادي. يبقى الغرزة اللي جاية دي الاخيرة عمود امامي. وطبعا بسيب الحشو اللي فوقيه. المكان اللي بشتغل فيه عمود امامي بسيب الحشو ايه اللي فوقيه. بالشكل ده الغرزة بتاعتي اهيه. زي ما احنا شايفينها. دي كانت غرزتي النهاردة. اتمنى انتو تضربوا عليها طبعا وهي رب بتعجبكم. لو اعجبكم الفيديو عملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني الفيديو جديد من ويه. بس طبعا عايزاكم تضربوا على الغرزة بتاعتنا. علشان ان شاء الله نبدأ نطبق بيها البولوفر اللي اتفقنا عليه اللي هو البولوفر الرجالي اللي انتو طلبتوه مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.